حبيب الحلوين كل سنة وانتم طيبين اهلا بيكم في مسابقة دراسية المهرجان الكرازة 2024 مرحلة 3 و 4 يلا بينا نبدأ الدرس الاول ونشوف القصة بتقول ايه هناك في الغابة وسط الاشجار بدأت رحلة اصحابنا الشطار مغامرة جديدة واستكشاف للطبيعة الجميلة الكل يجمع هنا من فضلكم المكان هنا اول مرة نأمل فيه مخيمنا ولازم نكون قريبين من بعض دايما محتاجين كلنا نكون عارفين طبيعة المكان كويس ونلتزم بتعليماته قدامكم نص ساعة تدوروا على المعلومات اللي محتاجين تعرفوها من خلال التابلت ونتقسم مجموعات كل مجموعة مكونة من 4 افراد وكل مجموعة معاها جاهز لسلكي للتواصل معايا علشان احنا متعودين ان ما فيش اي موبايلات هتكون معانا طول رحلتنا انا وصلت الموقع المكان من الجي بي اس ودورت على معلومات عن طبيعة المكان ومناخه علشان نراعي كل التعليمات المطلوبة وهو ايه اهمية اننا ندرس طبيعة المكان احنا طلعين رحلة مش وقت مذكرة يعني ما كل الاماكن زي بعضها لا يا مينا ربنا ميز كل منطقة بمناخ معين علشان يحافظ على النظام البيئي فهنا مثلا المنطقة صحراوية بيكون لها مناخ مختلف لازم نعرف طبيعته ونلتزم بكل تعليماته يعني ايه النظام البيئي وايه اهميته النظام البيئي هو نظام ربنا ربط به كل المخلوقات مع بعضها بشكل متكامل وبنظام عجيب فالله الوحيد اللي ليه القدرة على انه يضبط الكون كله بنظام عجيب ووقت لما يحصل اي تغير في النظام البيئي سواء بسبب ظروف طبيعية معينة او تدخل الانسان زي محاولته مثلا انه يدمر الغبات او يعمل تجارب كيميائية ضارة تأثر على البيئة وغيرها وغيرها كل ده بيقدي لمشاكل كتير ونتجتها بيحصل تغيير في النظام البيئي اللي خلقه ربنا في اجمل صورة واللي بيدل على قدرته على كل شيء وعلى انه ضابط الكل فهو والخالق العظيم تمام فيه انت قصدك يا استيس توني بالنظام البيئي وان الكل مكان مناخ معين لكن يعني ايه الله ضابط الكل؟ دي صفة من الصفات الكتير اللي بينفرد بيها الله واحده وايه هي صفات الله؟ صفات الله نوعين صفات ممكن يتصف بيها بعض الناس وهي عند البشر محدودة لكنها عند ربنا كاملة وغير محدودة ومن الصفات دي زي الحكمة والقوة والمعرفة والمحبة والتسامح والرحمة والعطاء والجمال وغيرها من الصفات وعشان اوضح كلامي ناخد مثل الله يتصف بالمحبة وهناك كتير من البشر بيتصفوا بالمحبة والمحبة عند الله غير محدودة فهو كل المحبة لكن المحبة البشرية بتكون محدودة والصفات التانية بينفرد بيها الله واحده بيتميز بيها ومش بيشترك معاه اي كائن اخر زي الصفات اللي هقولك عليها دلوقتي الله ضابط الكل الله غير محدود الله خالق الله لا يتغير هكلمك عن الصفات دي دلوقتي الله ضابط الكل ومعناها اني مفيش حاجة ممكن تحصل صغيرة او كبيرة الا باذنه سمح ربنا مفيش حاجة اسمها صدفة او حز كل حاجة في الكون بيتبطها الله بنظام عجيب وده واضح في دقة النظام البيئي دقة النظام البيئي وتكامل كل مكوناته مع بعضها بنظام عجيب وكمان دقة نظام الطبيعة يعني الليل بيجي بعده نهار وكمان في فصول السنة الصيف بيجي بعده الخريف وبعده الشتاء وبعده الربيئ هتلاقي فصول السنة بتيجي بنفس النظام والترتيب وكمان دقة جسم الانسان وازاي كل اجهزة جسمه بتشتغل بنظام ودقة وترتيب وغيرها وغيرها من الامور اللي بتدل على ان ربنا بيدبر كل الخليقة وبيضبطها بنظام عجيب زي الاية ما بتقول وانت يا الهنا زو صلاح وصدق طويل الاناة ومدبر الجميع بالرحمة ودي هنلاقيها في حكمة خمستاشر اية واحد وانت يا الهنا زو صلاح وصدق طويل الاناة ومدبر الجميع بالرحمة ودي هنلاقيها في حكمة خمستاشر اية واحد وكنيستنا الجميلة بتفكرنا بالصفة دي من خلال حضن الاب وهو تجويف الحيط الموجودة نحية الشرق في الهيكل وبتكون مرسومة فيه صورة الرب يسوع ماسك في ايده اليمين الكرة الارضية وفي ايده الشمال عصر رعاية وبنسمي الايكونة دي البنتوكراتور اي الضابط الكل انا كده فهمت معنى ان الله ضابط الكل وان كل حاجة خلقها ربنا مهمة